من جانبه أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن زيدالينهيان وليعهدي أبو ظبي نائب القايدل على للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن السلام هو طريق تحقيق طموحات الشعوب وتطلعاتها إلى تقدم والإزدهار وتعمل على تعزيز أركان هذا السلام في المنطقة وإيجاد حلول سلمية للأزمات الإقليمية ولكنها تدرك في الوقت نفسه أن السلام المستقر والمستدام يحتاج إلى قوة تحميه ومن هنا تعطي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتطوير قواتها المسلحة وتحديثها وهنأ سموه بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 46 جميع أبناء القوات المسلحة بهذه المناسبة واستحضر تضحيات شهداء الإمارات الأبرار وما سطروه من بطولات راسخة في سجل الوطنية الإماراتية